هنروح لبعض الأحداث اللي معانا فيه عندنا ذكرى مهمة جدا وهي ذكرى حادث الوراء الحقيقة كلنا بنتذكر شهداء كنيسة الوراء شهداء المسيح سمير فهمي عازر كاماليا حلمي عطية الطفلة مريم أشرف مسيحة والطفلة مريم نبيل فهمي عازر اللي قتلوا لأنهم مسيحيين كانوا على باب كنيسة العدرة بالوراء وقتلوا رميا برصاص الإرهاب بنقول لكل أسارهم تعيشوا وتفتكروا وساعتها طبعا إحنا شوفنا إيمان الأم الجميلة اللي كانت طلعت مع واقل الإبراشي مامة مريم وإزاي إن هي قالت إن أنا بسمحهم ومن كل قلبي وبتمنى لهم إنهم معينهم يعني يشوفوا يعرفوا الطريق الصحيح وقد إيه كانت فعلا رسالة جميلة جدا وقتها كلنا نذكرها ولا ننساها أبدا بنقول لهم تعيشوا وتفتكروا وشهداءنا الأطفال وشهداء أيضا كنيسة الوراء من شهداء الكنيسة المعاصرين عندنا برضو كان في الحياة وقعت اختفاء لحنان إدور وأخوها كان كتب أخوها شنودة كان حط هو البوست على صفحته البوست طبعا نشرناه عندنا وانتشر في كل مكان بنتمنى الصلاة من أجل عودة شيرين من أجل عودة حنان أنا أسفة حنان هو كان كاتب إن هي من يومين متغيبة عن البيت وكاتب أرقام تليفونات وكان بعد كده بيقول يا جماعة برضو يعني أرجوكوا اللي عنده معلومة يكلمني لكن بلاش أي مكلمات وخلاص وكنا نتمنى أنه يكون معنا النهاردة بس الحياة يمكن يعني هو زي ما فهمت كده دلوقتي أنه هو في حالة نفسية شوية مش قادر يدخل معنا تقريبا ده الكلام اللي تقيل طيب فيعني ربنا يكون فعونه ربنا يكون مع أسرة حنان وأسرة أي بنت مختفية وزي ما بنقول إحنا يا جماعة عندناش دلوقتي أي معلومات أكتر من كده إن هو نشر صورتها وبيدعو لكل إنه أي حد عارف عنها أي حاجة يكلمه وإن إحنا نصلي من أجل إن حنان ترجع لبيتها يعني كان نفسنا برضو نعرف فيها كم سنة أي حاجة هل شكك في حاجة ولكن مراعاة لنفسيتهم يعني نكتفي بالإعلان وإن إحنا محتاجين إحنا كلنا نصلي علشان حنان وأي حد تاني لإن دايما بقولكم الموضوع ده اختفاء الفتاة أنا بقول اختفاء مش خطف الحاجة التانية إحنا لما بنقول اختفاء بنت بنقول إن إحنا لازم كلنا نتكاتف عشان نصلي علشان ترجع لبيتها بالسلامة وما بنحبش إن إحنا نقعد نتكلم في أمور يعني أيوة دول مش عارف إيه ده الكلام اللي هو بنبص نلاقيه لا يعني إنه بدل ما الناس تصلي عشان بنت ترجع لبيتها ولكنستها بنلاقي انتهارات بقى ونلاقي هجوم ونلاقي الناس على التعليقات بيتخانوا في بعض إحنا مش عايزين حاجة أكتر من إحنا نصلي يا جماعة يعني إن إحنا حتى زي ما بنقول إنه الكنيسة ده أفرح بخاطي واحد يرجع ويتوب أكتر من تسعة تسعين بار لا يحتاجون إلى التوبة ده يعني إذا قلنا إنه دي خطيئة وإنه بمزاجها وإنه الكلام ده كله بغض النظر إحنا ما عندناش تفاصيل في قصة توقعات حنان بس أرجوكم ما تدخلوش في الجدل ده وأهم حاجة إن إحنا نصلي ويا رب يا رب يا رب ترجع بيتها بالسلامة وأسر تانية بيبقى عندهم اختفاءات ما بيقدروش يتكلموا أو ما بيحطوش على الموقع التواصل الاجتماعي نتيجة أنهم بيكونوا من قرى أو من أماكن فأمور حساسة إحنا برضو بنصلي لأي بنت حتى لو كان في بنات عرفنا إنهم راحوا بمزاجهم عرفنا إنهم غيروا للإسلام بنصلي لهم برضو لآخر وقته بنتكاتف مع أسرهم إنه ربنا يرجعه لهم يرجع بناتنا وستاتنا بالسلامة يا رب إن شاء الله قصة اللي إحنا كنا عرضناها الحلقة اللي فاتت واللي هي مؤزية جدا قصة إن إحنا تتساب الناس على أبواب المستشفيات لغاية ما يموتوا وكانت شيرين اللي توفت بعد حادث بعد ما تعرضت هي والدها وأسرتها اللي كانوا نزلين من دير من زيارة دير لحادث تقلب بيهم التروسيكل اللي كانوا ركبينه وترفض مستشفى ملاوي إن هي تستقبلهم وتسيبهم بره ويقولك طلعاهم تمرجي وإنه هذا التعامل لا أدمي بالمرة الحقيقة كان يعني حاجة مأساة والأمر زي ما قلت وأكدت الحلقة اللي فاتت ما هواش أمر طائفي يعني هو مش عشان المسيحيين هما المستشفى دي كل الناس أقرت بأنه للأسف الشديد تعاملاتهم يعني غير أدمية بالمرة وما فيش إمكانيات والأمر كده محتاج تدخل من مزارة الصحة احنا بنشكر المحافظ المينيا الحقيقي أنه تدخل وأحال اللواء قاسم حسين حسين لمحافظ المينيا أمر بتشكيل لجنة من الشؤون القانونية لإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية حول واقعة تقاعص مستشفى ملوي العام عن تقديم الرعاية الطبية لإحدى الحالات المصابة في حادث بطريق البارشة بشرق النيل وأعرب عن خالص مواساته لأسر المتوفين في الحادث ومتمنيا الشفاء العاجل للموصابين وأيضا النائب شريف نادي تقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة لأيضا التحقيق في ملابسات هذه الوقعة المؤلمة المؤسفة جدا السيئة جدا لأقصى درجة وأنه طبعا أنه يتوفى عقباط الشرين اللي توفت أمام المستشفى وولدها اللي اتنقل متأخر وتوفى تاني يوم دي طبعا مأساة وأنه يعني مش مفترض أنه يكون هذا التعامل وقصة برضو أتمنى أن يكون فيه تحقيق برضو مع الإسعاف لأنه كان فيه دكتور كتب تعليق على الوقع دي وقال لك على فكرة يا جماعة إحنا استقبلنا كل الحالات التانية من المصابين الحالات دي بس علشان أنه هم حالات حرجة وكان فيه كسر في الجمجمة وكان فيه هم مش يقدروا يتدخلوا معاهم وأنه إحنا ما كانش عندنا أي حاجة والعيب كله على الإسعاف يعني هو من المستشفى وقال إن العيب كله من الإسعاف أنه هم اللي مدين بعض الأمور اللي هي فيها إنه الموظف أو سواء العربية الإسعاف منفعش يتحرك غير مش عارف بعد ما ياخد إجراءات إيه اللي هيكون العيان مات يعني أنا برضو لو ده فعلا حقيقي إن فيه أوامر من الإسعاف بهذا الشكل دي أوامر لا أدمية ويجب أن تلغى فورا وأنه يجب أن يتم العقاب أيضا يعني عرفونا مسؤولية مين برضو طب لو هي مسؤولية الإسعاف إنتوا إزاي في المستشفى سيبتوهم مرمئين برة كده ماشي الإسعاف ما تحركوش دخلوهم اعملوا معاهم حاجة مش يقولك إنه طلع لها ممرد وإنه يقولك إنه من اللي دخل معنا برضو من اللي دخلوا معنا الحلقة اللي فاتت يقولك إنه المرتبة اللي كنت نايم عليها للمستشفى خرجت تتخانق عايزة المرتبة ومش متخانقين ولا حسين بإن فيه مريضة بتموت يعني اللي هو المرتبة أهم من المريضة يعني أنا شايفة إنه الأمر إذا كان فيه خطأ في الإسعاف برضو فيه خطأ للمستشفى إنه هم يتقعصوا عن إنه هم حتى كانوا يعملوا الإسعافات لغاية ما تتنقل لكن مش بالمنظر ده وإنها تخرج من المستشفى على عربية الإسعاف والعربية تتحرك ده اللي المفروض يحصل لكن يعني فقط فيه مسر المهم موضوع تاني برضو كان مصار موضوع الأنبا مكاريوس في المينيا وإنه كانت معرفش إيه اللي نشر حكاية إنه الأنبا مكاريوس هيتنقل وأقولنا لكم طبعا إن كانت كلام إن البابا هيلتقي بكهنة المينيا عشان ينقش معاهم بعض الأمور واللي هي كانت الأساس فكرة تقسيم المينيا وبرقص المهم إن قدست البابا التقى بالمقر الباباوي بمركز لوجوس بوادي النوترون بكهنة إبرشية المينيا وأبو كوركاس وبحث قدسته على الأبائي الكهنة خلال اللقاء تدبير أمور رعاية الإبرشية وأكد لهم طبعا لا تلتفتوا لما ينشر من شائعاته إنه الكهنة طبعا كانت بتتصابق عشان تتأكد البابا حبهم للأنبا مكاريوس والأمر أساسا كان إشاعة حكاية إن الأنبا مكاريوس سيتنقل دي المقترح الوحيد اللي كان عرضه قدست البابا على كهنة المينيا وأبو كوركاس إنه يتم فصل أبو كوركاس عن المينيا عشان يتسعى الخدمة ووزع عليهم استبيان سري على أساس إنه هم بعددهم وإنه محدش هيقول يعني إنه الاستبيان السري ده معناه كده إنه هم الكهنة مش هيتكتب كل كهن اسمه إيه وإنه هيكون في السرية تمة وإنه أو إذا كانت كتب الأسماء يعني بس في النهاية محدش هيقول إن ده قال آه أوكي على فصلهم ده قال لأ هيبقى الاستبيان ده علشان ياخد رأيهم يعني وإنه هم كان برضو اللي كان واضح من الحديث مع البابا إنه هم مش عايزين حكاية نقل أبو كوركاس عن المينيا فصلها عفوا وما اتخذش البابا ما اتخذش أي قرار في هذا الأمر والأنبا مكاريوس الحقيقة كان اعتذر عن حضور اللقاء عشان تسليم ملف الإبرشية للبابا وهو ما يعني إتمام مهام عمله هناك ولكن زي ما بقول لكم طبعا الكهنة متمسكين بيه وما فيش قصة نقل ولا الكلام ده كله نيجي القصة تاني كانت حصلت الحقيقة بالنسبة لأبورشيت لوس أنجلوس والقص مكاري يونان حيث أصدر نيافة الأنبا سرابيون موترون لوس أنجلوس وطبعها والأمر ابتدى بأنه أبونا مكاري كان تم الإعلان إنه هو جاي في مؤتمر في كاليفورنيا وطبعا حضراتكم تعلمون إنه الأنبا سرابيون هو الموترون المسؤول عن منطقة لوس أنجلوس وتوابعها ومنطقة كاليفورنيا فالحقيقة كان لما تم الإعلان إن أبونا مكاري جاي كان التساؤل إنه كان في حد سأله طب أنت استأذنته ولا لا كان أبونا مكاري في إحدى اللقاءات كان قال إنه أنا تكلمت مع الأنبا رفاقيل ومع البابا واستأذنتهم فراح التساؤلات للأنبا سرابيون فطلع بيان البيان ده كان توضيح وردت لنا تساؤلات عن إعلان تم توزيعه في فناء بعض كنائسنا من أفراد غير معروفين يحمل عنوان فرصة روحية مع الأب مكاري يونان بكاليفورنيا وعليه صورة لكاهن معروف يخدم في منطقة وسط البلد بالكاهرة ويعلن عن اجتماعات تنظمها هيئة غير أرثوكسية بفندق في منطقة أورنج كاونتي وبيقول لأنبا سرابيون إن أنا قمت بالتواصل مع كدست البابا توادرس ونيافت الأنبا رفاقيل أسكو في العام بيقول أنه هو رد عليه القس مكاري لا يتكلم معي إلا برسالة على الموبايل ولا أعرف عنه شيئا ومقطعني رد قدست البابا بالنص التالي سوف أفحص الموضوع مع الكاهن اللي صارت تصرفاته غير مقبولة ده كلام الأنبا سرابيون وإبرشيتلوس أنجلوس لم توجه دعوة للقس مكاري يونان لإقامة اجتماعات بالإبرشيل تزامن بقرار أساقفة أمريكا الشمالية كما لم يصلنا أي شيء بخصوص ما يقال عن إقامة حفل تقريم للقس مكاري ونمرة ثلاثة من الأنبا سرابيون قال واضح أن هذه الاجتماعات خارجة عن نظام الكنسة الأرثوذكسية وتنظمها هيئات وتدعو لها قنوات فضائية وأفراد خارج الكنيسة الأرثوذكسية إن كان لقايا بالقس مكاري يونان لازال لا يعتبر نفسه كاهن بالكنيسة الأبطال الأرثوذكسية فإنه بهذه التصرفات يكون مخالف القوانين الكنسية التالية واللي هو القانون رقم 15 من قوانين الرسل اللي بيمنع ترك الكاهن لمكان خدمته وازدهاب للخدمة في مكان آخر بدون إذن أسقفه ده كانت يعني ألف البيان فيه تكملة بتاعته بقرار المجمع المقدس استادر في جلسة 14-6-97 اللي تم التأكيد عليه بجلسة المجمع المقدس يوم 6-6-1998 بيمنع زهاب كهنة الكنيسة المؤتمرات يدعو لها البروتستانت إلا بإذن من قدسة البابا مباشرة مخالفة النظام الذي وضعه قدسة البابا توادرس التاني لتنظيم سفر الأباء الكهنة للخارج ومخالفة قوانين الكنيسة العديدة والتقليد المستقر بها بأن تكون خدمة أي كهن موفقة أسقف الإبرشية نصق أن ألهنا الصالح يحفظ كنيسته وشعبه من كل عثرة وتشويش نصق في وعي شعبنا القبطي العظيم في رفض لكل المحاولات المخادعة لإحداث انقسام وتشويش الأنبى سرابيون بيقول يحزنني شخصيا أن أرى التحول الواضح في خدمة القابل كس مكاريونين في السنوات الأخيرة من جهة سلامة التعليم والحرص على السلوك الكنيسي الملتزم وصلي أن نعمة الله ترشده إلى بناء نفسه بنائي بنفسه وتاريخ خدمته ينقى عفوا ترشده أن ينقى بنفسه وتاريخ خدمته أن يتحول إلى أداة تستغلها بعض الهيئات والقنوات الغير أرثوذكسية لحداث انقسمته وتشويش داخل كنستنا الحبيبة أود أن يتذكر قول القديس بوليس ليكن كل شيء بالياقة وحسب ترتيب إن مثل هذه الأمور لا تمجد المسيح إلهنا عشان كما يقول القديس بوليس لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس الكديسين وقول يعقوب الرسول سمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام الرب يعطيك أن ترجع وتخدم في سلام ليكون سمر البر نصلي أن يحفظ رب إلهنا كنسته المقدسة وشعبه يحميها بيمينه القوية بشفاعة ولادته الكديسة مريم وجميع الكدسين وبصلوات أبونا قدسة البابا تودرس وتوقيع الأنبى سرابيو الحياة طبعا منذ أن صدر هذا البيان أول أمس وطبعا كان فيه رد من أبونا مكاري وتم إلغاء المؤتمر وأبونا مكاري قال أحزنني جدا ما سمعته عن بيان صادر عن برشية لوس أنجلوس لذلك رأيت أن ألغي رحلتي إلى كاليفورنيا والتي كنت فيها مدعوة من الجامعة الكورية لإلقاء محاضرة هناك بالإضافة إلى أن أولادي هناك رتبوا أن ألتقي بهم في أحد الفنادق أشكر كل من تطاول علي بكلمة وأصلي من أجل الجميع لنكون جميعا في المقدس كما انتشر أيضا صورة لأنه البابا رسالة من عفوا رسالة من أبونا مكاري للأنبا روفاقيل وكان بيقوله فيها في أغسطس 2 أنه صاحب النيافة أنبا روفاقيل أقبل أيدي حللني أسافر أمريكا سوم العدرة في فيرجينيا و2 أكتبر في مؤتمر الكنيس المسيحية في نيوجيرسي حللني أصلي عنه فرد نيافة الأنبا روفاقيل بالسلامة في النهاية أنا بعرض الأمر ولن أعلق أي تعليق يعني معذرة أنا عرضت البيانين يعني بعد أو بيان الأنبا سرابيون ورد الكمس أو الكمس مكاري بالإلغاء رحلته وبرضو كان عشان أكمل الأمر ده أنه هو كان الأنبا أبونا مكاري بنفسه وكان قال أنه أنا جاي بموفقة الأنبا روفاقيل وبرعاية البابا شخصيا وبعلم يعني ده اللي كان برضو أبونا مكاري كان أعلنه زي ما قلت لحضراتكم أنا بسرد الوقائع لن أعلق أي تعليق أنت ليه عامل الاجتماعين وسمعت البعض بيسألني بيقول لا عندك تصريح أنا جاي بموفقة صاحب النيافة الأنبا رفاقيل الرئيس المباشر ليه جاي برعاية خداسة البابا شخصيا وبرعاية البابا شخصيا أبونا